السلام عليكم أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الأربعاء، نتائج مسابقة عطر الكلام العالمية في فئة تلاوة القرآن الكريم والأذان، حيث فاز المتسابق المغربي يونس مصطفى غربي بالمركز الأول في فئة تلاوة القرآن الكريم. وحصل المقرئ المغربي على جائزة قدرها خمسة ملايين ريال سعودي أي ما يعادل واحد فاصل ثلاثة وثلاثون مليون دولار. وتعد هذه أكبر مسابقة في مجالها عالمياً، إذ تقدم للمشاركة فيها أكثر من أربعون ألف مشترك من ثمانون بلداً. وتصل القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة إلى 12 مليون ريال سعودي أي ما يعادل ثلاثة فاصل اثنان ملايين دولار، وهي أكبر جائزة على مستوى العالم في رفع الأذان وتلاوة القرآن الكريم. شكراً على المشاهدة، ندعوكم لأشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.